احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الثانية والخمسين لبناء حائط السواريخ في السلسين من يونيو لعام الف تسعمائة وسبعين والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي ووجه قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي التحية والتقطير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية لمجابعة ما يستجد من تهديدات وتحديات محافظين على سماء مصر سلما وحربا هم خيرة أجناد الأرض حراس السماء المصرية أسطورة بطولية تراهم على العهد عيونهم لا تنام صواريخهم حائط الصد المنيع هم الجحيم في وجه الأعداء لأنهم قوات الدفاع الجوي حراس السماء حسن المستقبل احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الثانية والخمسين لبناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يوميو عام ألف وتسعمائة وسبعين والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والإعزاز لرجال الدفاع الجوي الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل رياة الوطن عالية خفاقة إنه ليوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية تجسدت فيه بطولات عظيمة وتضحيات جليلة قدم فيها رجال الدفاع الجوي أرواحهم حتى تظل الرايات خفاقة فسلاما على الشهداء كما أتوجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر وعيونها الساهرة ليلا ونهارا ودرعها الواقي المرابضين في كافة ربوع وحدود مصر الحبيبة كونوا دائما على قدر المسئولية وعند حسن ظن شعبكم الأبي كونوا أداة للفكر المتطور والتحديث والتطوير وبناة للمستقبل كونوا القدوة والمثل في ذكران الزات فداء لوطننا الحبيب ويسعدني في هذه المناسبة أن أوجه رسالة اطنئنان لشعب مصر الكريم إن قواتكم قوات الدفاع الجوي هي حصنكم المنيع ضد من تسوي له نفسه اقتراق سماء مصر الحبيبة ونجدد العهد معكم بالحفاظ على راية الوطن عالية خفاقة وإن نائز نؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن قوات الدفاع الجوي ماضية في التطوير والتحديث وزيادة قدراتها القتالية لمجابات ما يستجد من تهديدات وتحديات محافظين على سماء مصر سلما وحربا ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مجددين العهد لسيادته أن تستمر قوات الدفاع الجوي درعا يحمي سماء مصر وبناية للمستقبل بفضل الله ثم بسواعد رجالها المخلصين إنهم رجال الدفاع الجوي حراس السماء حسن المستقبل